السلام عليكم ورحمة الله أنا محمد علي وده فيديو جديد في أقل من شهر وصول تحديث جديد لشاشات LG الجديدة والحديثة شركة LG عودتنا أن تقريبا فيه صفت وير جديد بيصل لأجهزة التلفزيون أو للشاشات كل شهر في أقل من شهر ظهر تحديث جديد وصفت وير جديد ولكن الصفت وير الجديد نازل بمميزات كتير وإمكانيات كتير منها تغيير في شكل القائمة أو الصفحة الرئيسية وفي تأسيم الصفحة الرئيسية زائد إمكانيات ومميزات خاصة بالصوتيات ومميزات تانية بتحسن من تجربة الاستخدام وتجربة المشاهدة بالنسبة للمستخدم هنتعرف على الموديلات اللي وصلها التحديثات الجديدة هنتعرف على إصدار الصفت وير الجديد وإيه المميزات والإمكانيات اللي ضفتها شركة LG في تحديثها الجديد ما تنساش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لو عندك أي سؤال كتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله هنجاوب علي وأول موديل معانا وصله التحديث الجديد موديل UR80 والصفت وير الجديد وصل أو هيصل لكل شاشات LG الحديثة والجديدة هنا هنشوف موديل UR80 الصفت وير بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وهنا هلاقي إصدار الصفت وير 3.20.21 طيب إيه الجديد اللي موجود معانا واللي وصل لشاشات LG في التحديث الجديد والصفت وير الجديد أول حاجة بلاقي إن فيه تغيير فيه تخطيط وتقسيم الشاشة الرئاسية الهوم سكرين عندي هيتغير تخطيطها وتقسيمها يبقى هلاقي هنا شكل الصفحة الرئاسية أو الهوم سكرين هيتغير معي تاني ميزة معايا إن فيه تحسين لميزة تحويل النص إلى كلام text to speech تالت ميزة معايا إن المستخدم في وضع الاستعداد يقدر إن هو يتحقق من المعلومات المختلفة رابع ميزة معايا هلاقي من خلال تطبيق النصائح هقدر إن أنا أتحقق من الوظائف المختلفة اللي موجودة عندي داخل الشاشة أو داخل التلفزيون بعد كده هقدر إن أنا أخصص بطاقة من البطاقات اللي موجودة والموجودة معايا في النظام التشغيل الحديث الويب اس 23 هقدر إن أنا أخصص بطاقة من البطاقات من خلال وظيفة التحرير اللي موجودة عندي الميزة الرقم 6 دي خاصة بالصوتيات هيبقى فيه تحسن كبير في جودة الصوت عند التوصيل شاشة LG بسوى اندبار LG من خلال او عن طريق الواي فاي الميزة الرقم 7 هقدر ان انا اخصص صورة للحساب اللي موجود عندي على شاشة LG طبعا في شاشات LG الجديدة والحديثة بقدر ان انا اخصص اكتر من حساب للشاشة انا اقدر ان انا كل حساب من الحسابات اللي موجودة عندي على الشاشة لو عندي فيه اكتر من حساب اقدر ان انا اخصص لكل حساب صورة وده زي اللي موجود عندي في المنصات العالمية الشهيرة زي نيت فليكس مثلا بتلاقي ان كل حساب من الحسابات اللي موجودة بيبقى ليه صورة بتميز الحساب ده وده فيه تحسين لميزة الواو اركسترا اللي موجود عندي في نظام التشغيل ويبق استادة وعشرين عند توصيل شاشة LG بسوى اندبار LG هيبقى فيه تناغم في الصوت في ميزة الواو اوركسترا او وظيفة الواو اوركسترا دلات اللي هيوصلها التحديث الجديد عندي كمان شاشة LG UR78 عندي كمان شاشة LG Nano 776 RA الشاشة وصلها التحديث بتاريخ 26 اكتوبر 2023 الحالي يعني منذ ايام نفس اصدار سوفت وير 3.0.21 نفس الآخر جديدة Substan نقدر من اصدار سوفت وير الجديد من الرموت الماجيك بنضغط على settings ضغطة طويلة لمدة 3 ثواني بيفتح معايا كل الاعدادات بنضخل select في الدعم بنضخل select في تحديث البرامج وهنا الشاشة اللي موجودة معانا شاشة LG UR78 على الاصدار القديم 3.11.56 لسه ما وصلهاش التحديث الجديد انت لو حابب تحدث شاشتك كل اللي هتعمله انك انت بتضغط على التحقق من التحديث لو وصلك السوفت وير الجديد بيظهر عندك اصدار السوفت وير وبتضغط على بدء التحديث بينزل معاك السوفت وير على الشاشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته